طيب تعال اقول لك تصنيف فرق دوري ابطال افريقيا لموسم الفين اربعة وعشرين الفين خمسة وعشرين قبل قرعة دور المجموعات الوضعية عشان كمان احنا مع بعضينا كده انا هتوقع معاكم مجموعة النادي الاهلي وايضا مجموعة بيرامد في المجموعات القرعة اللي هتقام ان شاء الله يوم سبع اكتوبر يوم الاثنين سبع اكتوبر القادم باذن الله تعالوا نشوف التصنيف بص التصنيف الاول فيه الاهلي التراجي مازينبي ومبلودي سانداونز الجنوب افريقيا طيب التصنيف التاني فيه الرجاء المغربي شابه لزداد الجزائري يانج افريكانز التنزاني بيرامدز المصر فانا اخد مع الاهلي الرجاء المغربي مبدئيا يعني وبعد كده التصنيف التالت الهلال السوداني اولاند بايرتز الجنوب افريقيا سجرادة الانغولي والجيش الملكي المغربي وانا هاخد الهلال السوداني يبقى الاهلي والرجاء والهلال تصنيف الرابع من رضاية الجزائر من يما يونيون الكنغولي وديوليبة المالي واستاد ابيتجان الافوري احط دوليبة المالي يبقى مجموعة الاهلي الاهلي الرجاء والهلال وديوليبة المالي دي المجموعة من توقعات يعني مش معلومات دي التوقعات هاتبقى التصنيف تاني عشان نحط مجموعة البيرامدز هاتبقى الاول كده نلعب مع برامدز كمان شوية طيب هندي البيرامدز من التصنيف الاول سانداونز سانداونز من التصنيف الاول وبعد كده ناخد برامدز في التصنيف التاني يلا اللي بعده سانداونز ومع برامدز هاته التصنيف التالت على طول فكده برامدز سانداونز والجيش الملكي ثم منياما الكنغولي ده توقعاتي لمجموعة برامدز وقالة توقعات يعني دي لعبة دي لعبة يعني انا عايزك بس انت تشاركني التوقعات عشان نتناقش فيها بعد كده انت في التعليقات كده نقشني فيه او توقع معايا المجموعات بتاعة الدولة عبطال افريقيا ويوم ما تتعامل القرعة نشوف مين فينا اللي كسب شعافة ديه جويز ايه بس يعني نشوف مين فينا اللي كسب وخلاص يعني ننبسط مع بعض ما فيش منع وما فيش منع برضو نفكر في جيز طيب هتللي بعد كده نعم